بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخامسة قد باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن بخص دون أن يخبرني بهذا وأنا إلى جانبه وفي طاعته وما زلت والحمد لله على ذلك ولم يبق له ملك آخر وأنا محتاج إليهما وقادر على استرجاعهما من المشتري بالثمن الذي وقع عليه التعاقد ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته ولم يبق لي عليه حق آخر رغم حاجتي الماثة إلى هذه الدار فأنا أسألكم هل هذا العقد صحيح أم باطل وأليس لي الحق على الغير في شراء بيتي الذي فيه مولدي ومن شئي وهل لي الحق في الشفعة علما أنه مضى الآن ما يزيد على عشرة أشهر من تاريخ البيع فهل للمدة تأثير على جواز الاسترجاع من عدمه أفيدون بارك الله فيكم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما ذكرت أيها السائل من درك بوالدك ووجودك معه ووقوفك إلى جانبه فهذا شيء واجب عليك وتشكر عليه ولك فيه الثواب إن شاء الله عند ربك وأما ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل ولم يشعرك بذلك فهل لك حق الاعتراض والأخذ بالشفعة أم لا الجواب عن ذلك نوم دام والدك أشيدا في تصرفاته وعقله ليس لك الاعتراض عليه واعتبر بيعه صحيحا ولازما ليس لك الحق في الاعتراض عليه ما دام أنه غير محجور عليه لسفة ونقص في التصرف وليس لك أيضا حق الشفعة أنك لست شريكا له في هذا البيت أو في هذا البستان والشفعة إنما تثبت للشريك وأنت لست شريكا له في ذلك ليس لك حق الشفعة ولا حق الاعتراض ما دام أنه يتميز بالصفة العقلية التي تبيح له التصرف شرعاء فإن كان ليس كذلك أنه غير سليم التصرف من ناحية عقليته هذا مرجعه إلى القاضي هو الذي ينظر في القضية وله أن يبطل العقد إذا ظهر له أنه لم يستوفي الشروط الشرعية بارك الله فيكم معنى هذا أن حق الإبن على أبيه بإيوائه وإسكانه ينتهي بمجرد بلوغه أم بزواجه حق الإبن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه إذا كبر واستطاع أن يكسب لنفسه وأن يستغني بكسبه فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق أما ما دام أنه صغير أو مثلا كبير ولكنه لم يستغني ولم يقدر على الاكتساب فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني في موجب القرابة بالنسبة للشفعة عموما بصرف النظر عن هذه القضية هل يؤثر طول المدة من عدمها على حقية الشفعة طول المدة يؤثر إذا كان الشفيع عالما بالبيع وتركه ولم يأخذ بالشفعة ولم يطالب بالشفعة إنها تسقط لمضي المدة إذا كان عالما إذا كان عالما وليس عنده ما يمنعه من المطالبة الشفعة أما إذا كان الشريك لم يعلم إن له الشفعة وله استمر عدة سنين إذا علم فله حق الشفعة أحسن الله إليكم هذه أعدة أسئلة بعث بها المستمع إسماعيل حاج علي من السودان في سؤاله الأول يقول نجد بالمطحف الشريف عبارة تجده عند غير مالك فهل تعفي هذه الكلمة القارئة أو المستمع من السجود وإذا كان الشخص غير متمسك بمذهب معين فما هو موقفه من هذا وجود التلاوة السنة في حق القاري والمستمع دون نظر إلى كون هذا عند مالك أو عند غيره فإن وجود التلاوة سنة على المسلم إذا قرأ آية السجدة أو كان يستمع إلى القاري ومر بآية السجدة أو سجد القاري فإنه يسجد معه دون نظر إلى مذهب من المذاهب وأما ما كتب في المصحف عند غير مالك أو عند مالك أو ما أشبه ذلك فهذا لا علاقة له بالمشروعية وليس المصحف يخلو من مثل هذه الكتابات ويتجرد لكتابة كلام الله عز وجل دون أن يكتب كلام آخر والله الثاني يقول بعض الجماعة يقرؤون الفاتحة بعد الصلاح على أساس أنها دعاء أو بركة فهل هذا من السنة في شيء ثم قراءتها مرة أخرى لأرواح الموتى فما هو الحكم في ذلك أما قراءتها أدبار الصلوات فلا أعلم له دليلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ورد هو قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وردت الأحاديث بقراءة هذه السور بعد الصلوات الخمس أما الفاتحة فلا أعلم دليلا على مشروعية قراءتها بعد الصلاة والسور التي ذكرناها لا تقرأ على صفة جماعية وبصوت مرتفع وإنما يقرأها كل مسلم لنفسه إما بينه وبين نفسه وأما قراءة الفاتحة لأرواح الأموات فهذا من البدع فأرواح الأموات لا تقرأ لهم الفاتحة ولا أي شيء من القرآن على أرواح الأموات لأن هذا لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلف هذه الأمة وإنما هو شيء مبتدع لا في المسجد ولا في غيره لا في المسجد ولا في المقبرة ولا في البيت ولا في غيره وإنما المشروع للأموات الدعاء لهم إذا كانوا مسلمين الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والتصدق عنهم والحج عنهم هذا الذي وردت به الأدلة أما قراءة القرآن لأرواح الأموات أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموات فهذا شيء محدث وبدعة الثالث يقول في المسجد الذي نصلي فيه بعد قراءة الجزء وهو راتب يومي يقرؤون أسماء الله الحسنى وبعدها يرددون جميعا اسم يا لطيف 129 مرة فهل هذا مشروع أم بدعة وهذا أيضا من البداع قراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلوات واعتياد هذا وترديد كلمة يا لطيف عدد معين وبصفة معينة كل هذا من البداع المحدثة في الإسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل بدعة ضلالة فهذه الأذكار المحدثة كقراءة أسماء الله الحسنى أدبار الصلوات وترديد كلمة يا لطيف بصوت مرتفع ومع شبه ذلك من الأوراد التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة ولا من هدي السلف الصالح فهي بدعة يجب تركها والابتعاد عنها التحذير منها أما أسماء الله الحسنى فالله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فدعاء الله بأسمائه وصفاته توسل إليه بذلك هذا شيء مشروع لكن لا يجعل هذا في وقت معين أو بعد فريضة إلا بدليل يدل على لالك ولا دليل يدل على التخصيص الله تعالى أعلم سؤاله الرابع يقول إذا كان هناك شخص يعتقد أو يقر التوسل بالصالحين فهل تصح الصلاة خلفه؟ يشترط في الإمام أن يكون عدلاً في دينه وأخلاقه يكون مسلماً عدلاً في دينه وأخلاقه واستقامته أن يكون مثالاً طيباً بالتمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة وترك الشرك وسائله فالذي يتخذ التوسل بالصالحين أو الأولياء أو الأموات على ما اعتاده عباد القبور اليوم ويستعمل هذا أو يرى أن هذا أمر جائز فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأنه مختل العقيدة إذا كان يتوسل بالصالحين بمعنى أنه يطلب منهم الحوائج وتفريج الكروبات وينادي بأسمائهم ويستغيث بهم فهذا مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة وليس بمسلم فضلاً عن أن يتخذ إماماً لمسجد فنواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن لا يقدموا لدينهم وصلاتهم إلا سليم العقيدة مستقيم السلوك الكتاب والسنة متجنباً للبدع والفسق حتى المسلم الفاسق لا تصح إمامته عند كثير من أهل العلم الذي فسقه فسقاً عملياً كيف بالفاسق أو المبتدع الذي عنده خلل في عقيدته هذا أشد لسيما إذا كان كما ذكرنا ممن يتوسلون بالأموات ويطلبون منهم الحوائج وهذا مشرك الشرك الأكبر لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى حضيرة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يوقظ المسلمين لمعرفة دينهم والتمسك بكتاب ربهم سنة نبيهم وترك ما خالف ذلك من البدع والخرافات والمحدثات التي ظنوها من الدين واعتقدوها من الدين وهي بعيدة كل البعد عن الدين سؤاله الأخير يقول ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم قوله من رآني في منامه فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي يدعي بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأعطاه وردا يكرره كذا مرة أن يتعبد به ويخبر به الناس وهذا ينافي الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهل يطبق مثل هذا أم يكذب أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد تحصل والحديث الوالد فيها صحيح لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفه في اليقظة ويعرف صفاته صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتشبه في صفاته وشخصيته عليه الصلاة والسلام ومن كان يعرفه حق المعرفة ولميزه حق التمييز عن غيره فهذا قد يرعه في المنام أما الذي لا يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يميز شخصيته الكريمة عليه الصلاة والسلام فهذا قد يأتيه الشيطان ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويضلله في دينه وليس الأمر على إطلاقه لا بد لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رؤياه صادقة إذا كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويميزه من غيره أما إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف صفاته ولا يميز صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته من غيره فهذا قد يلبس عليه الشيطة وقد يأتيه ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أما الناحية الثانية وهي أن الرسول علمه وردا بالرؤية فهذا كما تفضل السائل هذا عمر باطل لأن التشريع قد انتهى لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولا يرد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع شيء وزيادة شيء على ما كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام لا ورد ولا غير ورد وليتنبه لي هذا أرسل الله إليكم هذان سؤالان من المستمعة نجاة شحات مصرية مقيمة بالرياض تقول نذرت لئن أراد الله ووصلت الديارة المقدسة وزرت البيت الحرام أن أصومت ثلاثة الأشهر رجب وشعبان ورمضان وقد أديت فرضي والحمد لله ولكن نظرا لظروف عملي فلم أستطع إكمال الصيام فهل يجزئ عن ذلك الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أم لا وهل يشترط التتابع في الصيام أم لا وإذا لم أستطع فهل يجزئ عني كفارة وما هي أفيدوني حفظكم الله أولا ننبه إلى أن النذر لا ينبغي للإنسان أن ينذر نعم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن النذر لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من البخيل فلا ينبغي للإنسان أن ينذر الإنسان ينبغي له أن يتقرب إلى الله بالطاعات والقربات من غير النذر ولا يلزم نفسه إلا ما عجبه الله عليه في أصل الشريعة أما أن يبخل نفسه في حرج ويحملها واجبا تقيلا من صيام أو عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع ثم بعد ذلك